بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أوقاتكم سادة المشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاتيح الفلاح من أحد أهم أسباب الفلاح في هذه الحياة هي القناعة الإنسان الذي يكون قنوعاً في هذه الحياة يكون إنساناً ناجحاً ومفلحاً القناعة أمر ضروري جداً لكل شاب لكل مؤمن يحب أن يعيش بطمأنينة يعيش برضى في هذه الحياة تجدون بأنه للأسف الشديد خصوصاً في الفترة العمرية التي يمر بها الشباب تجدون يعيشون في حالة من القلق في حالة من عدم الرضا خصوصاً إذا كان لديهم صديق مثلاً أغنى منهم من حيث الثروة من حيث الناحية المادية أو هناك شخص أكثر منهم علماً أكثر منهم جاهاً تجد بأنه دائماً يعيش في حالة من عدم الرضا دائماً يعيش في حالة من القلق النفسي بسبب أنه لا يمتلك نفس المؤهلات أو نفس المقومات التي يمتلكها صديقه أو يمتلكها أحد أقربائه أهل البيت عليه السلام ركزوا كثيراً وبيّنوا بأنه إذا أراد المؤمن أن يعيش بطمأنينة وأن يعيش برضى من الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يكون قانعاً بما قسمه الله سبحانه وتعالى نعم أنت يجب عليك أن تعمل وأن تشتهد في العلم في العمل في جميع مجالات حياتك ولكن إذا لم توفق إلى نيل هذه الأشياء التي تطمح لها هذا لا يعني أن يجب عليك أن تقنط أو أن تغضب أو أن تعيش في حالة من عدم الطمأنينة لا يجب عليك أن تكون قانعاً بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك في هذه الحياة هناك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يتعز بأعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ومن رمى ببصره إلى ما في أيدي غيره كثر همه ولم يشفي غيظه هذا الإنسان الذي دائماً يتطلع إلى ما رزق غيره من الرزق دائماً يتطلع إلى ما جعل لغيره من الرزق أو من الأمور المادية أو من الأمور المعنوية دائماً ينظر إلى غيره دائماً يحاول أن يقارن بين نفسه وبين غيره هذا الإنسان يعيش دائماً في حالة من عدم الرضاة ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر علمه ودنى عذابه هذا الإنسان الذي يتوقع وأنه يحد بصره ويحد فكره فقط على أن الله سبحانه وتعالى ماذا أعطى له أعطى له فقط المطعم والملبس يعني الأشياء التي يأكلها والأشياء التي يلبسها يحصر نعم الله سبحانه وتعالى على نفسه فقط بهذين الأمرين بالمطعم والملبس رسول الله صلى الله عليه وآله يذم هذا الإنسان ويذم هذا الشخص الذي ينكر جميع نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويقصرها فقط على هذين الأمرين يقول بأنه فقد قصر علمه ودنى عذابه هذا الإنسان الذي يتوقع بأن الله سبحانه وتعالى لم يعطه شيئاً من النعم إلا ما يأكله أو يلبسه ومن أصبح على الدنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً هذا الإنسان الذي دائماً تجده بأنه يلوم نفسه دائماً يكون في حالة من الحزن دائماً يكون في حالة من العدم الطمأنينة أو عدم الرضا بما يكسبه أو يتحصل عليه من مال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كأنه قد سخط على الله عز وجل والعياذ بالله كذلك تجدون في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلى الله عليه قال من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله هذا الإنسان الذي لديه يقين بالله سبحانه وتعالى من صحة يقينه أن لا يرضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى ولا يلومهم على ما لم يؤته الله هذا الإنسان أيضاً الذي لا يلوم الآخرين لا يضع اللوم على الآخرين بسبب أن هذا الرزق لماذا لم يأته إليه لماذا أن الله سبحانه وتعالى رزق فلان ولم يرزقه لماذا أعطى فلان ولم يعطه لا يلوم الآخرين يقول المام الصادق عليه السلام فأن الرزق لا يسوقه حرص حريص هذا الإنسان مهما أراد أن يكون حريصاً في طلب الرزق هذا الحرص لا يسوق له الرزق الرزق يكون مقدراً من قبل الله سبحانه وتعالى مهما كنت أيها الإنسان حريصاً على أن تكسب درهماً أضافياً زائداً على ما قسمه الله سبحانه وتعالى لك لا تستطيع ذلك ولا يرده كراهية كاره أيضاً الإنسان الذي لا يريد الرزق ولكن الله سبحانه وتعالى قسم له الرزق هذا الرزق سوف يأتيه وإن كان كارهاً له ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت كما أن الموت هو أمر حتمي وأمر يقين على كل إنسان كذلك الرزق الله سبحانه وتعالى جعله كمنزلة الموت ويكون دائماً يلحق الإنسان وينال الإنسان وإن كان هذا الإنسان كارهاً لذلك ثم قال إن الله بعدله وقسطه جعل الروحة والراحة في اليقين في اليقين والرضا الله سبحانه وتعالى جعل الراحة في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والراحة في اليقين كذلك جعل الهم والحزن في الشك والصخط فيجب عليك أيها الإنسان أيها المؤمن أن تكون قنوعا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك القناعة طبعا لا تعني بأن الإنسان يجب عليه أن يجلس في بيته أو أن لا يقوم بواجباته ويقول أنا إنسان قانع بما قسمه الله سبحانه وتعالى لي لا هذا لا يعني هذا الأمر القناعة تعني بأنك يجب عليك أن تقوم بما فرضه الله تعالى عليك من الجد والإجتهاد ولكن بعد ذلك إذا لم تحصل على النتيجة تكون راضيا وقانعا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول لصاحبه حمران بن عيون يقول له يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة دائما لا تحاول أن تقارن نفسك بمن هو أعلى منك أعلى منك في الرزق أعلى منك في الجاه أعلى منك في الأمور التي خولها الله سبحانه وتعالى له لا تقول بأنه تنظر مثلا أنت تمتلك بيتا صغيرا دائما تنظر إلى من جعل الله سبحانه وتعالى ورزقه بيتا كبيرا لا تنظر إلى من مثلا جعل الله سبحانه وتعالى له رزقا أكثر من رزقك دائما انظر إلى من هو دونك فإن ذلك أقنع لك إذا كنت دائما تنظر إلى من هو فوقك سوف يصيبك دائما عدم الرضا تكون دائما محتاج دائما تنظر إلى نفسك أنك في حاجة معينة هناك نقص في حياتك ولكن بعكس ذلك إذا رأيت ونظرت وقارنت نفسك بمن دونك تجد بأنك الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم كثيرة لم ينعم عليها على هذا الإنسان الآخر لذلك ستكون قنوعا ستكون نفسك قانعة فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك إذا دائما نظرت إلى من هو دونك أولا سوف تكون قانعا وثانيا إذا وجدك الله سبحانه وتعالى قانعا سوف يزيدك من عطائه يزيدك من فضله بعكس ما إذا وجدك بأنك صاخط على قسم الله سبحانه وتعالى غير راضي كذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال كفى بالقناعة ملكا هذا الإنسان الذي يبحث عن الملك يبحث عن العز في الحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كفى بالقناعة ملكا الإنسان القانع الذي يقنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى تجد بأنه كأنه في نفسه يملك كل شيء تجد بأنه لا يحزن على أي شيء لا يمتلكه لأنه قانع بعكس الإنسان الذي لديه كل شيء ولو فرضنا بأن الدنيا كله قد أعطيت له ولكنه غير قانع بها تجده بأنه دائما يكون في حالة من الهم ومن الحزن فهذه وصية إلى كل شاب خصوصا يجب عليك أيها الشاب أن تجد وتشتهد ولكن إذا لم تصل إلى ما أردته وما ابتغيته من هذه الحياة كن قانعا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك لأن ذلك خير لك في الدنيا وخير لك في الآخرة رزقنا الله وإياكم الالتزام بتعاليم أهل البيت عليهم السلام في الدنيا والفوز بشفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهنين ترجمة نانسي قنقر